إليه يديه ويردهما صفرا انظروا الآن هذه صفة صفة جلبت جلبت الرحمة سحيح إذن أنا آيس يقول لك مع كلامك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الرحيم يعني شوف هنا فيه مغفرة ورحمة وفي الطرف الآخر فيه عذاب الموضوع ليس كفة واحدة ولذلك يقول العلماء أنه ينبغي الإنسان أن يكون على هذين الجناحين جناح الخوف الرجاء فيخاف من ذنوبه ويرجو رحمة ربه فلا يقنط ولا يأس وإيضا لا يغفل ويتجرع على الله عز وجل خايف بعض الناس يقول شتتون الآن كيف نتجه إلى رحمة رب العالمين وكيف نقرب إلى الله حتى ننال هذه الرحمة نبي رحمة الله كل مننا يتمنى أن ينالها الرحمة أولا ما بيحد يبغي يكون شقي أبدا النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم لما أتى الرجل العرابي فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أظنه الحسن أو الحسين رضي الله عنهما فقال أو إنكم لتقبلون صغاركم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه روايتين وما لأن نزع الله الرحمة من قلبك هذه رواية والثانية الراحمون يرحمهم الله نعم إن من أسباب وأعظم أسباب رحمة الله عز وجل بك ولك أن ترحم العباد سبحان الله يا أخوي ناصر يا أخواني أمامنا أبواب للرحمة يمكننا أننا ما نفكر فيها على سبيل المثال نعم بر الوالدين أليس رحمة؟ بلى بلى لأن كذا رحمت والديك الله عز وجل يرحمك يا الله طيب أطفالك أبنائك أخوانك الصغار خواتك أليس هذا برهم وصلتهم رحمة لله عز وجل يعني توجب رحمة الله عز وجل لك العمال الذين عندك خادمة في البيت سائق عمال في المزرعة في الشركة في أي مكان فرحمتهم تستوجب رحمة الله عز وجل لك رحمت هؤلاء نعم يا أخي ترحم الناس من المناسبة أحيانا ترحم الشخص لأجل أن تعطيه طعاما أو تعطيه شرابا أو تعطيه لباسا صدقني في رحمة أعظم من هذه كلها ترحم شخص فتدعوه إلى الإسلام الله أكبر تدري هذه أعظم رحمة حيو الله لأنك قتل من النار يا أخي أنت الآن أسديت له شيء أعظم من أكله وشربه ولب ولبسه وحياته كلها أنك أسديت له لا إلهي لله محمد رسول الله هذه أعظم رحمة إن من دعا إلى الله عز وجل هو بإذن الله أهل لرحمة الله فالله جل وعلا كريم الله سبحانه وتعالى رحيم أنت رحمت هؤلاء العباد والله لرحمته أعظم وأوسع فأبشر بالخير لا تقول ما لدي علاقة في الآخرين لا أسلموا ولا أسلموا لا الرحمون يرحمه الرحمن الرحمون يرحمه الرحمن إحنا لازم يعني أنت الآن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أظنه عبد الله بن مسعود يقول سمعت أنه قال كان عندي عبد أضربه فسمعت صوتا يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يقول فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه أو قريبا من هذا الكلام فاعتقه لأنه شعر أشعره النبي صلى الله وسلم أنه يجب أنك ترحمه يجب أنك أنت الآن بيدك أنك تصنع شيء أنك تضرب تفصل تأخذ تخصم لكن تذكر رحمة الله عز وجل أنت يا أخي محتاج رحمة الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول أحد الصالحين الفقير محتاج إليك وأنت محتاج إليه أيوالله الفقير واضح أنه محتاج إليك وأنت محتاج إليه لأن رحمتك به تستوجب رحمة الله لك الله أكبر ورحمة الله لك أعظم من رحمتك به يا الله فلذلك لا تحرم نفسك رحمة الله يا أخي الله أكبر الله أكبر ولا تظن بنفسك أو بعملك على هذا الفقير أنك أنت الآن يعني أنا والله شوف يا أخي أنا طعمت هؤلاء وكسوتهم وأعطيتهم جزاك الله خيراً بس ترى الله عز وجل هو صاحب الفضل أن جعلك ترحم هؤلاء لأن رحمة الله ستأتيك أضعافاً مضاعفاً الله أكبر ولهذا تعرض لنفحات الله ورحمته عند الضعفاء والمساكين فرحمتك بهم تستوجب رحمة الله عز وجل لك الله أكبر وكل واحد مننا يا أخوان نحن مهما بلاغنا نحتاج إلى رحمة الله يا أخي في صحتك تحتاج إلى رحمة الله صح في ولدك تحتاج إلى رحمة الله صحيح في عملك في بيتك حتى في راحتك النفسية صحيح تحتاج إلى رحمة الله عز وجل نبدونا الله ولا شيء ولا شيء والمصيبة يا أخي ناصر أنه يعني بعض الناس يقول طيب الله أنا أحوالي كسيفة وهذا ندعي الله عز وجل كويس أنت تدعي الله يعني عرفت أنك في الحالة التعبانة تلجأ إلى الله أنت على خير أيها الله على خير لأنه فيه من الناس نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم إذا ابتلي تسخط ولا لجأ إلى الله عز وجل وذهب عنها الصبر ومقترب إلى الله سبحانه وأذب الله الأم المصائب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي يعني بس يا ربي لا تكون غضبان علي لا تسخط علي لا تسخط علي أيها الله فنحن يا أحبتي ما من أحد نحن في دار يعني الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبت صحيح يعني أنا أخوي أنا أخوي ناصر شوي مزكومين على أساس تداخل الفصول الآن صادق لكن حتى كنت ساعة تدري عن الحلقة البارحة ارتفعت درجة الحرارة عندي إلى درجة كبيرة طيب باس أجروا عافية الله يتزاقص الله نتقبل منكم ومن رحمة الله لك أنك أتيت الحمد أقول إن شاء الله رحمة يدعو لي أحد المشاهدين أنك تقدم خير الله فأقول يعني يعني لأبنائي أنا أنا ودي أعطوني أي شيء بس خلي الحرارة تنخفض يعطوني أوبار يعطوني أشياء ما أضعف ابن آدم فقلت لهم سبحان الله ما أضعف ابن آدم الآن لأجل ارتفاع درجة الحرارة كل شيء عندك تعطى ما تستطيع أن تفعل شيء إلا تأتيك رحمة الله عز وجل بالصبر أولا والاحتساب ثانيا ثم طلب ما عنده سبحانه وتعالى من الهبات والرحمة أنه اللي يشفيك وإذا مريض فهو يشفيك وإذا مريض فهو يشفيك يعني تروح المين هو اللي بيشفيك ما فيه إلا الله سبحانه على قولتك هل نبدو لله نظير الله صحيح يا جماعة يعني تذكر دائما يعني بعض الناس يقول طيب ترى التنظير سهل أنا أقول لكم صحيح لكن ولو إذا عودت نفس الإنسان يعود نفسه على الإيمان وعلى الصبر وعلى الاحتساب وعلى أنه يعني ما لنا غيرك يا الله عز وجل يعني إن ينصركم الله فلا غالب لكم إياك نعبد وإياك نستعين آيات عظيمة تدل على أن الإنسان ينبغي أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يؤنس وحشتنا يا شيخ الآن الواحد إذا مريض له رب سبحانه أن نرجع له يعني هذا يقلل علينا المصاب ترى لكن لو مالنا رب وإله الله وين نروح نضرب روسنا في الجدران صحيح والله لكن حنا الآن أملنا ورجاءنا وكل شيء نتمناهم رب العالمي إذا مريضنا نقول يا رب شفنا وعافنا نوكل أمورنا إلى واحد أحد هو اللي بيشفيه هو اللي بيعافي سبحانه وتعالى أنا أستاذنك أبغى أقهويك في فنجال الله يتزاك وعشان بعد تروك يمزككم الأجواء تكون رحلوة يزاك الله خير وبعدها إن شاء الله نطلع بفاصل لكن خلني أعطيك فنجال يا شيخ ناني أنا أعرف الأجواء يوم يدي الله يبيض وجهك شيخ ناصر وجهك علمك غانم أنتو الشباب ما تقصرون الله يطول عمرك أعطيك العافية الله يتزاك خير الله يتزاك خير الله يتزاك خير وأنا أخذ الفنجال بعد إلى تقرير أو مقطع كذا عن الرحمة خلونا نتابعه وأنا والشيخ نتابع معكم هنا على الشاشة وبعدها نرجع نعلق عن هالمقطع اللي بيشوه إياكم أيا قطرات الرحمة سكون الكون وحديث بأغاريد الحياة ولمعان بنجوم المساء روحة تحتوي جوانب الروح عيني تحلق في ملكوت الرحيم البديع حينما ترى خفقات السماء في المساء وقطرات عينها الصافية تروي ضماء أرض طالما تاقت لعناق النقاء الذي فيها أشواق للروائي قد كانت ونشيد القطرة على روح الأرض قد بلغ ما بلى بسمات الفرح قد علت الوجود وحداء الأشجار قد لفه حفيف أيا رب البراية أدن بركاتك ونسائم الرحمة التي تحتوينا بغمرات ارتياح حياكم الله ومشاهدينا من جديد رجعنا لكم مع المجلس في بيتنا الكبير وضيفه شيخ تركي الغامدي وحديثنا عن الرحمة كلنا بحاجة إلى رحمة رب العالمي سبحانه وتعالى شخ تركي فيه قصص أكيد أن القصص دائما تجيب القلوب صحيح فيه نبغى نسمع منك قصص عن الرحمة لعل أعظم ما يتحدث فيه عن الرحمة أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولك وإخوة المشاهدين المشاهدات في كل مكان رحمته الواسعة آمين رب العالمي أقول أرحم الخلق بالخلق هو سيدي صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم اللهم صدر يا رسول الله كان يعني من رحمته شيئا عجبا ولذلك ربنا جل وعلا لما وصفه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كان فيه إشارة إلى هذا الخلق العظيم منه صلى الله عليه وسلم أنه كان فيه رحمة من ذلك رحمة صلى الله عليه وعليه وسلم بالكفار خلنا نبدأ الآن بالكفار يعني لما خرج صلى الله عليه وعليه وسلم من الطائف مطرودا مصابا يعني مرجوما أتاه ملك الجبال قال مرني إن شئت أطبقت عليهم الأخشبة هنا أتت رحمة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وقال لا إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا الله أكبر وهذه رحمته صلى الله عليه وعليه وسلم به أولاك فأخرج الله من صلب الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد لا إله إلا الله ومن صلب أبو جهل عكرمه بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه لا إله إلا الله وغير هذا كثير فانظر إلى رحمة صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الكفار في هذا الموقف كيف أنتجت هذا الموقف الآخر رحمته صلى الله عليه وعليه وسلم بأبو ثمامة ثمامة بن أثال ثمامة بن أثال رضي الله عنه يقدم على النبي صلى الله عليه وعليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم يريد وقتله فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أوثقوه الصحابة رضي الله عنهم وربطوه في سارية المسجد يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة فيقول خيرا يا محمد صلى الله عليه وسلم إن تقتل تقتل ذا دم وإن تطلم مالا أطلم ما شئت وإن تعفو تعفو عن شاكر قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا فتركه صلى الله عليه وسلم الصحابة يقول خلاص الرجل خرج من اليمامة يريد قتلك صلى الله عليه وسلم لكن انظر للرحمة يأتي في اليوم الثاني يا ثمامة ما عندك قال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن شاكر وإن تريد مالا فاسأل ما شئت تسلم لا اليوم الثالث أيضا الرجل لم يتغير يلتفت صلى الله عليه وسلم للصحابة ينتظرون الآن تنفيذ الحكم قال فكوا قيد ثمامة يا رسول الله فكوا ثمامة ففكوا قيوده وقام وذهب واغتسل ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله الله أكبر أنظر لهذه الرحمة بل أعجب منها وأعظم في القصة الشهيرة لما عاد صلى الله عليه وسلم من أحد الغزوات نعم قال الصحابة فكان الناس بهم من التعمى بهم أنت أحكي الآن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه نعم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الآن بي الكفار المعادين آه نعم طيب عشان تعرف وهم كفار وهم كفار أنا سبحان الله يمكن كلنا استنكر هذه الجريمة البشعة النكراء التي رأيناها قبل أيام لهذه المجموعة المجرمة الإرهابية الداعشية بسم الله في حسبنا عليهم لعين الله المتلاحقة انظر لرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ولا الكفار المعتدين ثم انظر لفعل هؤلاء الله أستعر عشان تعرف ما معنى الإسلام مبارك بمن يعني هم يقتلون رجل يقول لا إلى الله محمد رسول الله حسبنا الله نعم بسم الله الموقف ماه يأتون الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عائدين من غزوة إلى المدينة نعم أدركتهم الظهيرة وحرارة القيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيلوا فتفرق الناس قالوا فكان هناك شجرة هي الأكبر اختارها الصحابة رضي الله عنهم لسيدي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم لينام تحتها فعلق سيفه ونام تحتها نعم ونام الصحابة من التعب وأتى أحد المشركين وأخذ السيف فاستل السيف فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل يا رسول وإذا بالرجل بالسيف مصلثا على رأسه أيها قال من يمنعك مني يا محمد من يمنعك مني السيف معي وانتحتي وخياك نايمين ما عدي يمديك فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله